تكلم خلال الصالون نجل الموسيقار رياض الصنباطي كابتن طيار محمد الصنباطي عن ذكريات الوالد العائلية وتقوسه في لحظات التجلي والإبداع يتميز بشخصية قوية جدا إلى أقصى الحدود وطبعا في مواقف كبيرة هي اللي بينت قوة هذه الشخصية في التعامل في مواقف كثيرة ولكن في نفس الوقت هذه الشخصية قوية في منتهى الأدب الجام والتواضع الشديد والصوت المتخفض أثناء الكلام أو إبداء الرأي والصفة الأخيرة بقى أنه إنسان طيب جدا جدا إن أقصى الحدود هو مهزب جدا وعمره ما يتكلم حدا لما حضرتك ويا فاندم وحضرتك ما بيقولش أنت كلمة أنت دي ما بيقولهاش حتى لو أحد أصغر منه أو أد ولاده حتى بيقوله يا فاندم وحضرتك هو كان طبيعته كده كما تكلم اللواء محمود معود الملحق العسكري السابق بالولايات المتحدة الأمريكية عن فرادة الصنباطي الموسيقية أنا عملت فيلم عن الموسيقار الراحل رياض الصنباطي وقبل أن أتحدث عن هذا أحب بس أن أسجل ملحوظة وأرجو أنها تكون مسجلة في كل مكان الأستاذة فاطمة قالت أنه كتب إذا أردت أن تتكلم فتصنبط أنا يعني قائل هذه المقولة على قدر علمي هو فيكتور سحاب شقيق الموسيقار سليم سحاب لأنه يعني مهتم جدا بالشأن الكلثومي فاخترع هذا المقال ولكني أنا أعترض بشدة على هذا المسمى لأنه في الواقع في ظلم بين لعملاق الموسيقى العربية رياض الصنباطي نمرة واحد ولسيدة الغناء العربي أمو كلثومي نمرة دين تضمن الصالون العديد من الفقرات الفنية ومنها تقديم عدد من الأغنيات وعزف عدد من المقطوعات العظيمة التي لحنها الصنباطي اختتم الصالون بتقديم درعة تكريم لديف الشرف كابتن محمد الصنباطي تكريما لروح والده الخالدة إذا تكلسمت فتصنبط ده عنوان الصالون الثقافي اللي بتنظمه الكاتبة الصحفية فاطمة نعود لشهر أغسطس الذي يعد أشهر صالون ثقافي متواجد في الوقت الحالي الصالون يتكلم عن عمقرية وإبداع الملحن العظيم رياض الصنباطي اللي متعنا وهيفضل حي دايما بألحانه واللي منتمنى أن هم يعملوا له مدحف يضم جميع عدواته اللي بتعتبر كنوز من مركز مصر للثقافة والتنمية بمصر الجديدة كامل يوسف فنور